بمدافع أحمد عبدين نشوف برضو شخصيته وأداءه إزاي كل التحية لكل مشاهدين ومشاهدي ومتابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مستمرين مع حضركم وتغطيتنا لأجواء معسكر فريق للنادي الأهلي هنا في الإمارات العربية المتحدة عبدالتحديد إبارة عجمان يبقى دائما وأبدا الانضمام للنادي الأهلي هو حلم كبير والحلم الأكبر وبيكبر في يوم من الأيام لما بتبقى موجود مع الفريق الأول بيكون بداية حلم وتفاصيل كتير جدا يعني معانا في هذه الأثناء واحد من نجوم قطاع النشئين في النادي الأهلي ولعب متخب مصر للشباب أحمد عبدين أحمد برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي خلينا بارك لك أحمد على انضمامك لفريق الأول للنادي الأهلي وتصعيدك لفريق الأول للنادي الأهلي أصغر لعب موجود في معسكر فريق للنادي الأهلي أحمد ببرك لك وخطوة مهمة جدا أكيد في بداية مشوار حياتك مع فريق النادي الأهلي طبعا الأول الله يبرك فيك أنا أكبر فاروق طبعا انضمام كبير جدا ليا ومهم جدا ليا أي لعب يبقى حلم حياته أنه يلعب في فريق الأول للنادي الأهلي وأن يبقى طالع أول معسكر ليا وصفر ومتشاط ودية وكل ده طبعا بيخلني حلمي بيكبر وحلمي بحس أن أرى بيتحقق فبشغل على نفس أكتر وطبعا المعسكر لحد دلوقتي كويس جدا وكله ماشي كويس أوي أبقى بيشوائي التوتر في النسلك أن طبعا اللعبات كبيرة بتساعدنا وبتخلينا نتطمن ويطمنونا يعني العادي كأنك بتلعب تحت وكله تمام فطبعا الأول يعني بشكر للنادي الأهلي أنه يديني فرصة زي دي وأنه يطلعني يساعدني في معسكر زي ده فوق وطبعا يعني بقول الحمد لله لربنا وبس يا أحمد يا خلينا أقولك أن من بداية تصعيدك مع الفريل الأول كان في بعض التوتر في أثناء فترة التدريب في الملعب مختار التيتش أنا شفت التوتر والربا دي اتلاشت تماما وراحت بدءا من وصولك للمعسكر شفنا هدوء شفنا ثقة أعتقد يعني يا أحمد عبدين خلاص حط نفسه أن أنا خلاص لعب الفريل الأول لازم أقدم أوراق اعتمادي مع الفريل الأول لنا دلال طبعا أول ما روحت لأول تلات التيتش يعني أما تبلغت أن أنا عندي اليوم اللي بعدها تمرين فوق مع الفريل الأول أي لعب طبعا هيتوتر لو طالع من أشئين للفريل الأول لا لا نمت قادي وسأني كان فيه شوية التوتر طبيعي يعني وروا ما روحنا كابتن كولر أخذنا ورده في محضرة صغيرة كده نحن مع اللعبة الصغيرة اللي إحنا فيه شوية هيمشوا وشوية هيسافروا فكل ذه طبعا حطنا تحت التوتر فأول كام تمرين برضو يعني كان فيه شوية التوتر يعني بتحسس بشوية التوتر في التمرين ودي حشق طبيعي يعني بس الحمد لله اللعبة كانت تفيد لتتكلم معايا وتقول لي اهدى وبرحتك وما تخافش وينا في ظهرك يغلط مفيش مشاكل وطبعا كل ذهبت ده يطبني شوية ويديني السيقة ومجعان لما عرفت بقى أني مسافر ده اداني السيقة أكتر وما جيت هنا وشفت الأجواء وما إحنا في المطار الناس تصور معنا كل ذهبت تحس خلاصة أنا دخلت في أجواء فريق أول نادي الأهلي فبتتت أخد سيقة أكتر واكتر لحده ما جيت هنا وشفت الملاعب برضو الملاعب هنا يعني غير في مصر وحلوة جدا وحاجات أول مرة نشوفها يعني فطبعا بقى يعني بالروحة كده واحدة مع واحدة بتتأخد سيقة واللعبات اتكلم معايا فالحمد لله يعني بقيت حسن أني بلعف النشئين يعني بتلعب أول مباراة وادية ليك مع النادي الأهلي وجنبك رام ربيعة كابتن النادي الأهلي واحد من اللعيبة المؤثرة في تاريخ النادي الأهلي في الجيل الحالي أعتقد بالنسبة لك حلمي كبير جدا تلعب بحد جنب حد بقيمة رام ربيعة قالك إيه وإيه التفاصيل الضارج بينك وبينه قبل المباراة طبعا أنا بشكر كابتن رامي عشان هو يعني من الناس اللي خليتنا أخد سيقة تاني وهو طبعا جالي قبل المطش نحن نزلنا الشوت الثاني ففي الشوت الأول جاعد يتكلم معي ويقول لي براحتك وأنا في ظهرك وما تخافش واغلط عادي ونتكلم مع بعض وقال لي أندي علي حتى برامي مش لازم كابتن رامي إحنا أني عايزك تبقى أخد راحتك في اللعب وكل ده فهو طبعا فدل في المطشي ديني سيقة وقبل المطشي ديني سيقة وإحنا شغلين في المطشي يكلمني ويقلت على جنبي هنا وسندني هنا وهو مثلا يكلمني يروح ما أنا وراك فطبعا كل الكلام ده بيخليني يأخد ثقة في الملعب ويلعب لي الكورة ويقول لي يلعب هناك فطبعا كل الكلام ده هو في دي يساعدني كويس جدا وخلني أخد ثقة ويحسسني أني أنا كأني بلعب بأي مطشي عادي مع 2005 فمع الوقت يعني أول عشر دقائق برضو كان فيه شوية حتة التوتر دي بعد كم كورة لمستها التوتر راح خالص يعني أنه أصعب وقت بالنسبة لك في المباراة لحظة البداية يعني أعتقد بتبقى خلاص فيه شوية رهبة شوية خوف أعتقد أول دياء وديتين في بداية الاشتراكك بتبقى فيهم رهبة وخوف طبيعي طبعا أن أنت تحزون هم أطبعا هم أول دياء ديتين دول حتى تخطفنا فيها بجون أول دي كان فيها الرهبة وكان فيها القلق شوية لحد ما المست الكورة زي ما بقول لك كزا مرة وبتقيت أخذ الثقة وكابتان رامي يكلمني فالحاصل يعني بتيت أحس أن كله تمام وأنه مطش عادي ولعبت بثقة الحمد لله دور اللعبة الكبار معاكم في النادي الأهلي هنا في المعسكر بيولوك أنا من المطار شايفت كابتان أفشا قاد معاكم بيتكلمكم فيه نصايح أبرز التعليمات أو النصايح اللي دائما بيقولها لك لعب النادي الأهلي كابتان أفشا طبعا من أول مؤسكر هو بيشجعنا وهو وقف جنبنا ويسندنا حتى مبارح بعد المطش جاء لي كويس عملت مطش كويس وأكمل على كده ويقول لي في التمرينة عايز تشد حيلك أكتر تلعب كإنك في المطش وهو طبعا يعني كلام بيشجعني جدا وبيشجع اللعبة كلها لنشئين وطبعا يعني إحنا كابتان أفشا يعني لعب كبير وأنك تتعلم منه دي حاجة كبيرة جدا هو بيهزر معنا وكل حاجة وقت الهزارة كان وقت الجد يعني من ثلاثة بتاعته قوية جدا تلاقيه مركز في التمرين مركز في المطش إنسي الملعب بيتحول يعني كتير جدا من المتابعين للمباراة أشهدوا بحمد عبدين وقالوا مستقبلة فعل النادي الأهلي الأمر ده بيشيلك مسئولية مستر كارلوس بيتكلم عنك بشكل مميز جدا واحد من العابة المميزة قول لي انطباعك ياكيد بعد المباراة سمعت انطبعات إجابية كتير جدا ناس اتكلمتك أمر ده بيشيلك مسئولية وبيحط عليك ضغوط انك خلاص يعني في مسئولية كبيرة خلال الفترة اللي جاية لازم تكون أدى أنا بالنسبة لي يعني الأمر ده بيخليني أخد سكة كمان يعني إن أنا بيجيلي سكة ان كذا حد يتكلم عليها كويس وان كذا حد بيقولن أنا شايف إن أنا أبقى هنا وكذا فده بيديني سكة بس في نفس الوقت زي ما حدتك بتقول يعني بيقى في مسئولية إن أنا عايزة أثبت إن الكلام ده صح أنا مش عايز أثبت أن الكلام ده والناس ده بتقول كلامه غلط فطبعاً بيأ لازم مسؤولية كبيرة جاوية عليها بس يعني إن شاء الله أدها والسقة يعني زي ما هي إن شاء الله أحمد عبدين واحد من اللعبة منتخب مصر للشباب ودي مسؤولية أكبر كمان إن أنت بتمثل النادي الأهلي وتمثل منتخب مصر أكيد عندك أحلام كتير جداً منتخب الشباب عندك فيه طموحات كتير جداً أكيد يا أحمد أنت عايز تحقق حاجة كتير جداً مع النادي الأهلي ومع المنتخب مصر قول لي أنت قلت لي النقطة مهمة جداً في بداية كلامك أنا بقى بعرف أشتغل على نفسي ومهم جداً أن نشتغل على نفسنا كويس منتخب مصر 2005 اللي هو منتخب الشباب أنا نفسي حقاً أن أنا معرفتش حقيقه في 2006 في 2006 نكسيمنا بطولة وخسرنا ثلاثة فعني حسيت أن 2005 المنتخب جديد يتعامل ونفس البطولات بالزبط عشان إيه يخليني اللواء أعيد اللي أنا عملته ويجبني فرصة ثانية كأنه يجبني فرصة ثانية أن أنا اللي خسرته أعوضه كده مع 2005 الشباب فطبعاً منتخب ده أنا عايزة حقق معي حاجات كتير قوي كنت عايزة أوصل كاس علام مع 2006 وكاس أفريقيا فإن شاء الله يعني نحققه مع 2005 إن شاء الله فيل إن توصل كاس علام للأندية مع النادي الأهلي يعني تبقى قريبة دي طبعاً ده حلم ليا طبعاً أنا أوصل كاس علام للأندية ألعب فيه بس نجيب ماداليا بقى غرب رونزية عايزة أسألك على مستر كولر بالتحديد اتكلم معك إيه قال لك إيه قبل المعسكر أثناء المعسكر وقت المباراة بعد المباراة يعني أنا عارف أني فيه أمور كتير جداً مستر كولر ما بيرضاش يتكلم كتير لكن بيتكلم في تفاصيل الإجابية كتير هو عمل معنا لحد دلوتي يعني محاضرتين كان نشئين بس محاضرة اللي هو لما أولت لك أنه بيل في ناس تسافر والناس لأه وناخد رحيتنا وكل ده وفيه محاضرة من كم يوم بيورينا طريقة لعب وبيفحيمنا اللعب وبيطمننا وكل الكلام ده برضو بس هو من كم يوم في تمرين عملت غلطة فصحح حالي فطبعاً يعني دي حاجة عمري ما هنساء أن كابتن زي كابتن كولر يصحح لي غلطة لازم أفهم أن دي نصيحة كويسة جداً يعني ولازم أركز فيها ومباراً قبل المطش جي أتكلم معايا قال لي عايزة ألعب يعني عايزة تلعب لعبك عادي وما تخافش ولعب كأنك بتلعب تحت فهو يعني برضو خلاني أبطم من شوية أنا هو أسهل اللعبة في النشئين ولا اللعبة في الفريل أول نعم النشئين اللعبة في الفريل أول طبعاً مسؤولية وضغط يعني النشئين لك أنت حس في النشئين لك بتلعب مطش عادي يعني مش مش زي هنا طبعاً أحمد أحلامك وطموحاتك مع النادي الأهلية أكيد بلا حدود فترة اللي جاية شايفة إزاي وإزاي أستغل المعسكر ده وأبنى عليه للفترة اللي جاية طبعاً نفسي ما نرجع كهيراً إن شاء الله أفضل مكمل مع الفريل أول بس حتى لو نسلت النشئين ما فيش مشكلة الشغل على نفسي زي ما أنا بشغل ما فيش حاجة تهمدني بالعكس أنا ثلاثة فريق أول وصفرت معهم فدي حاجة تخليني عندي سكة في نفسي وأن أنا أشغل على نفس أكتر عشان إن شاء الله تصعد أفضل بقى معاهم فوق وحقق معهم بطولات يعني إن شاء الله مسألك الأعلى في النادي الأهلي مين ومسألك الأعلى برى النادي الأهلي مين في الأهلي محمد عبد المنعم عشان بحب طليلت لعبه جداً وهدوءه في الملعب ورايق كده تحسوا رائق في الملعب فعني بحب أتفرج عليه جداً وكابتر رامي ربيع برضو يعني مبارح طميني جداً وأنا بحب لعبه واردو قوي وهادي برضو في الملعب وكل ده فعني طبعاً الاتنين بالنسبة لي مدفعين يلعبوا في أوروبا في أي حتة في أوروبا فاهم بس لكن غير كده ببص لهم وبحاول أتعلم منهم وكابتر رامي مبارح عمال بتعلم منه في المطش وكابتر ناسر إبراهيم طبعاً برضا بقى الراموس ربقى؟ راموس وفندايك بس راموس أكتر يعني بحب الراموس أكتر أحمد أنا بشكرك بتمنى لك التوفيق دي بداية حلم كبير جداً إن شاء الله تكون على قدر مسؤولية هذا الحلم تحقق أحلام وتحقق بطولات كتير جداً مع النادي العلم إن شاء الله عزيزة مشاهدة متابعة